تسعة ظواهر طبيعية غريبة لا تصدق مرحبا بكم جميعا من المؤكد أننا نعلم أن الأطفال يندهشون من كل شيء في هذه الحياة مثل الورود الجميلة والأشجار الغريبة وبعدما يكبر هؤلاء الأطفال يبدأون في الانتباه لأشياء أكثر خطورة مثل هذه الظواهر الطبيعية أو ما يطلق عليها الكوارث الطبيعية التي تسبب أزمة كبيرة على الأرض لكي يحاول إيجاد حلول نوع عوامل واقية لهذه المظاهر وإذا كنت تظن أنك تعرف كل شيء عن الظواهر الطبيعية فأود أن أخبرك أنك مخطئ حيث أن هناك ظواهر طبيعية موجودة على الأرض لم تعرفها من قبل وستدهشك بشدة مثل ما أدهشت العلماء من قبلك دعونا الآن نتعرف على بعض الظواهر الطبيعية المدهشة ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تضغطوا إعجاب على الفيديو وأن تتابعوا قناتنا وتفاعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد الأشباح أثناء العواصف الرعدية الشديدة جداً التي يصل ارتفاعها ما بين 30 و90 كيلو متراً حيث أن الرعد يتسبب في صواعق برقية بأماكن مختلفة بالسماء لهذا الوقت يمكننا أن نجد ضوءاً غريباً في المنطقة المظلمة ليكون شكلاً غريباً يطلق عليه العلماء اسم الأشباح تم تسجيل هذه الظاهرة لأول مرة في عام 1989 عندما كان العلماء يستخدمون كاميرا حساسة جداً من أجل أن تدرس تغيرات النجوم قامت بالتقاط هذا أثناء العصفة البرقية الجدير بالذكر أن ارتفاع العصف كان 30 كيلو متراً من فوق سطح الأرض ولذلك في يومنا هذا أصبحت هذه الظاهرة محل دراسة واهتمام للكثير من العلماء عادة ما تتواجد هذه الأشباح في مجموعات لتشكل شكلاً معيناً يختلف على حسب الارتفاع الذي يبعد بينك وبين العاصفة على سبيل المثال إذا كانت العاصفة برقية تبعد عنك مسافة 70 كيلو متر فإن الأشباح ستكون باللون الأحمر نظراً لغاز النيتروجين المتواجد في الجو وإذا أردت أن تلاحظ هذه الظاهرة من الأفضل أن تنتظر وقت اختفاء القمر من كل شهر وأن تنظر في الجهة المعاكسة للصاعقة البرقية داخل قرية صغيرة بمنطقة الجبل الأسود يمكنك أن تشهد ظاهرة مميزة وفريدة يتواجد هنا شجرة توت كبيرة تتحول إلى نافورة مياه بعد سقوط الأمطار الغزيرة قد تشكك بداخلك وتظن أن اندفاع المياه القوي هذا الظاهر أمامك على شاشة يحدث نتيجة تواجد مسورة مياه داخل الشجرة ولكن هذا ليس صحيحا لأن الأمر هنا متعلق بطبيعة فقط حيث تتسبب الأمطار في امتلاء جذوع الشجرة من الداخل بالكامل حتى تتسبب ضغطا كبيرا فيؤدي هذا الضغط إلى إخراج الشجرة ما بداخلها من مياه بهذا الشكل مما ينتج لنا شكل النافورة يعتقد العلماء أن المياه تتدفق إلى الشجرة من خلال الحفر الموجودة في الأرض والمؤدية للجذور ووفقا لما صرح به السكان المحليون فإن هذه الظاهرة تحدث في الشجرة منذ أكثر من 25 عاما ولكن البعض يقولون أنها تحدث منذ زمن بعيد حيث أن عمر الشجر نفسها يصل إلى 100 أو 150 عاما ويقال أيضا أن الأجزاء الداخلية للشجرة الكبيرة في العمر قد فسدت على مر الزمان وفسدت جذوعها من الداخل مما أدى إلى تركم المياه دون وجود أي رادع لها الجزيرة المتحركة تعتبر الأرض ثابتة إلى حد ما على عكس النيران والمياه والهواء حيث أن القارات تستغرق ألاف السنين لتتحرك حركة صغيرة لذا لست مضطرا إلى القلق خوفا من أن يبتعد عن كجارك نتيجة لابتعاد وانفصال القشرة الأرضية عن بعضها ولكن في بعض الأوقات تتسبب الطبيعة في فعل أشياء جنونية ليس لها أي تفسير منطقي ومن ضمن هذه الأشياء تجد الجزيرة المتحركة المجتملة على قطعة أرضية كبيرة وعشب طبيعي حدثت هذه الظاهرة ذات مرة في أوغندا وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة حدثت نتيجة لزلزال قوي إلا أنها تبدو مدهشة حقا وفريدة من نوعها وغريبة في الوقت نفسه لا يعد المشهد الذي أمامكم عرضا في السيرك لفيل في القرن العشرين وإنما هذا فيل متواجد في حديقة الحيوان الهندية القومية تمت ملاحظته بالصدفة عام 2018 وهو يخرج دخانا من فمه في البداية ظن المسؤولون أنه بخار قد أنتج نتيجة خفاض درجة الحرارة ولكن بعد الفحص والتدقيق اكتشفوا أنه دخانا بالفعل تسجيل هذه الظاهرة من قبل مصورين مخبئين من الفيل لكي يتصرف على طبيعته من دون توتر وبعد تسجيلها ومحاولة إيجاد تفسير لها على مستوى العالم لم يجد أي شيء وبعد فحص الفيل طبيا اكتشف عالم الأحياء فارون جي سوامي أن الفيل بصحة جيدة وقد يكون السبب في حدوث هذه الظاهرة هو أنه قد تناول فحما محترقا هذه الاحتمالية مرجحة جدا لأن الفحم من العناصر الغذائية التي يحبها معظم الحيوانات لأنه يمدهم بالمعادن وخواص تحتاجها أجسادهم وبما أن الحيوانات غير قادرة على إيجاد الفحم واستخراجه فإنهم يذهبون إلى الغابات المحترقة ليتناول الخشب بعد أن تحول إلى فحم إذا تعرضت ذات يوم لرؤية عاصفة مليئة بالسحب الخضراء فيجب عليك حينها أن تختبئ سريعا لأنه حينها ستكون العاصفة قوية جدا وخطيرة لدرجة أنها من الممكن أن تتسبب في حدوث إعصار وفقا للسكان المحليين الذين يعيشون في مناطق يعتاد وجود الأعاصير فيها فإن السحب الخضراء لا يأتي بعدها أي شيء جيد منذ مئات السنين ولكن حتى الآن لا يوجد أي تفسير علمي يربط بين الكوارث التي تحدث بعد هذه الظاهرة الغريبة حيث يتواجد اللون الأخضر بتصاعد نسبة المياه في السحب والذي يؤدي إلى زرقة لونها جدا وحينها يجتمع الأزرق مع اللون الأصفر البرتقالي للشمس فينتج لنا الأخضر الداكن والجدير بالذكر أن أكبر الأعاصير التي سجلت في ولاية ميتشيغن عام 1980 كانت مجتملة على سحب خضراء وأحيانا لا تتعلق السحب الخضراء بالعواصف بل تتعلق أيضا بالأمطار الغزيرة وظواهر البرق والرعد الشديدة جدا والتي قد تؤدي إلى صعق أي أحد غير متواجد في منطقة آمنة هل أنت بحاجة إلى فكرة جديدة تعتمد على أحداث حقيقية لفيلم رعب يثير العالم بأكمله؟ فما رأيك إذن في أمطار العناكب؟ فهي ظاهرة تحدث بالفعل ويعاني الكثيرون من هذه الظاهرة في دول العالم فبعد أن تتم ولادة العناكب الصغيرة تقوم بالقفز على الأشجار لتكوين شبكة عنكبوتية كبيرة ليصعد عليها عدد كبير من العناكب على الرغم من أن الكثيرين يموتون في الطريق إلا أن عددا كبيرا يتمكن من الوصول إلى النهار أو المقصد المنشود ليؤسسوا لهم وطنا جديدا ومثلما ترى أمامكم الآن تكوين العناكب شبكة كبيرة جدا وطويلة لتغطي مساحة كبيرة تمكن العناكب من الانتقال خلالها بسهولة وبأكبر عدد ممكن وفي بعض الأحيان لا يشارك الصغار فقط في هذه الرحلات وإنما يشارك الكبار والبالغين أيضا يحدث ذلك عادة بعد كوارث طبيعية مدمرة مثل الفيضانات تمتلك العناكب قدرة كبيرة على النجاة وعندما تشعر بأي خطر تنتج البراشتات الخاصة بها على الفور في بعض الأحيان يمكنك أن تشهد على ظاهرة طبيعية غريبة جدا وشيقة بالصدفة البحثة عند النظر إلى هذه الكتل الجليدية للمرة الأولى ستظن أن هناك شخص ما قد كونها ثم ذهب بعيدا وتركها ولكن بعد البحث اكتشف العلماء أن هذه الأسطوانات أو الكتل الجليدية وقد فسروا وجودها بأن الرياح هي التي تؤدي إلى تجمع الجليد بهذا الشكل ويحدث ذلك عادة في المناطق التي تسر فيها درجة الحرارة تحت الصفر وفي وجود الرياح بسرعة كبيرة وفي اتجاه محدد لتتكون بهذا الشكل هناك حوالي ألفين فصيل من حشرة اليراعة على مستوى العالم ولكن هذا النوع منها لديه قدرة مدهشة جدا على إنتاج عرض ضوئي مميز توجد هذه الفصيلة في أماكن قليلة جدا بالعالم كما أنها تحتاج إلى دفع أموال كثيرة على سبيل المثال يمكنك أن تذهب إلى حديقة الجبال المدخنة الكائنة في الولايات المتحدة ويتواجد في هذه الحديقة أكثر من 24 نوعا وفصيلة مختلفة ولكن جميعها ينتج نفس الضوء تقريبا في الظلام ويبدأ الذكور بإنتاج أضواء سريعة من 6 إلى 8 مرات في خلال ثماني ثوان وإذا استمر الظلام في عتمته تجد أن الحشرات بالكامل ذكورا وإناثا تنتج أضواء بهذا الشكل الموجود أمامكم على الشاشة الآن عند النظر إلى هذه المادة الهلامية لأول مرة تظن أنها مادة مصنوعة من الخلط بين عناصر كيميائية مختلفة ولكنها في الحقيقة مادة طبيعية 100% تتواجد أحيانا في المناطق العشبية أو فوق الأشجار وقد ظن الكثيرون أن هذه المادة ربما تكون فضلات الكائنات الفضائية يلقونها علينا من أعلى السماء ولكنها نظرية خاطئة بالتأكيد إذ أنها تنتج من تبخر المياه وارتفاع درجات الحرارة وتغيرات في الضغط الجوي وأكثر ما يثبت هذا التفسير هو أنها عادة ما تتواجد بالقرب من مصادر المياه المختلفة وحتى الآن لم يستطع العلماء تحديد الهوية الحقيقية لتلك المادة الهلامية فما هو اعتقادك حول هذه المادة؟ أخبرني في صندوق التعليقات الموجود بالأسفل أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم أراكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة